المشاريع الكبرى والتي توجد بمنجزات وطنية برهنت للعالم أن أبناء البحرين بعزمهم وهمتهم قادرون دوما على تحقيق النجاحات وترسيخ مكانة مملكة البحرين على كافة الصعدة بما يدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وقال سموه إنما تمتلكه مملكة البحرين اليوم من مقومات وأياد بحرينية تبدع في عطائها الدؤوب أينما كانت أسهمت في تعزيز مكانتها كوجهة واحدة لاستقطاب المؤتمرات والمعارض العالمية مشيرا سموه إلى أن العزائم والهمم المتجددة لدى أبناء البحرين دافع للمضي قدما لتحقيق الطموحات بتميز وريادة جاء ذلك لدى تفضل صاحب سموه الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزارة حفظه الله بافتتاح معرض سيتسكيب البحرين العقاري في مركز البحرين العالمي للمعارض بمنطقة الصخير يرافقه عددا من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين حيث أكد سموه أن مملكة البحرين تواصل دفع عجلة التجديد والتطوير في كافة القطاعات بما يسهم في فتح آفاق أوسع لتنوع قاعدة الاقتصاد الوطنية مشيرا إلى أن القطاع العقاري في مملكة البحرين يشهد نموا متصاعدا بفضل ما يستند إليه من منظومة تنظيمية وتشريعية متكاملة والتسهيلات التي تقدمها المملكة والتي تسهم في فتح مجالات أوسع أمام الاستثمارات لافتا إلى ما اجتمل عليه معرض سيتسكيب من فرص استثمارية واعدة في القطاع العقاري وأعرب سموه عن شكره وتقديره لكافة القائمين على معرض سيتسكيب البحرين العقاري متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح منوها سموه بدور معرض سيتسكيب البحرين العقاري في دعم مساعي تعزيز مكانة مملكة البحرين كأحد أهم الوجهات الاستثمارية في المنطقة لما يشكله اليوم القطاع العقاري من أهمية باعتباره أحد القطاعات الحيوية الرافدة للاقتصاد الوطني في المملكة من جانبه أكد معالي الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد الخليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس اللجنة العليا للإعداد والتنظيم لمعرض سيتسكيب البحرين 2023 أكد أن القطاع العقاري في مملكة البحرين يعد واحدا من أهم القطاعات الاقتصادية الداعمة للاقتصاد الوطني وذلك بفضل ما يحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه ومتابعة مستمرة من صاحب سمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حافظه الله وأشار معاليه إلى أهمية معرض سيتسكيب البحرين كوجهة للشركات العقارية الكبرى تحرص من خلاله على عرض أفضل مشاريعها النوعية والابتكارية والتي تلبي احتياجات جميع الفئات واحتياجات العصر مضيفا بأن القطاع العقاري في البحرين يرتكز على قاعدة تشريعية متينة تصون الحقوق وتؤكد على الواجبات ما أسهم في أن تكون البحرين وجهة عقارية جاذبة للمطورين العقارين والراغبين في التملك والعيش فيها يذكر أن معرض سيتسكيب يعتبر أكبر حدث عقاري يقام في مملكة البحرين ويجتمل على مشاريع عقارية تفوق قيمتها 8 مليارات دولار أمريكية كما يضم المعرض في نسخته الثانية أكثر من 58 مشروعا بمشاركة وجهات حكومية وأكبر مطوري القطاع الخاص من داخل وخارج مملكة البحرين ويجتمل على العديد من الفرص أمام المستثمرين والمصدمين المعماريين وشركات الاستشارات الهندسية والمقاولات ولمن يرغب في الشراء والتملك المعماريين وشركات الاستثمارات الهندسية والمقاولات كما يجتمل المعرض على مجموعة من الفرص الاستثمارية تقدمها منصة استثمار الأراضي الحكومية اشتركوا في القناة